الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد من فضيلتكم توضيح مواقيت الصلاة لكل وقت بتعريف مختصر لا حرمكم الله الأجر والمثوبة الحمد لله رب العالمين لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة بياناً شافياً كافياً قاطعاً للعذر ولله الحمد والمنة فقد صحت بذلك الأدلة وكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمواقيت هو البيان القولي والبيان العملي فمن البيان القولي ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان ومن الأدلة كذلك أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث بريدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل معنا هذين يعني هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن الظهر ثم أقام فصلى ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس يعني حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر هذا بداية المواقيت وأما في اليوم الثاني فبين نهاياتها فقال فلما كان اليوم فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصل العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق وصل العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول وصل الصبح فأشفر بها ثم دعا السائل عن المواقيت فقال وقت صلاتكم بين ما رأيتم وفي الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصل العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب ثم قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتن من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يعجلها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس فهذه الأحاديث فيها برد اليقيم في بيان المواقيت ومن باب التفصيل أقول وقت الظهر يبدأ إذا زالت الشمس والمقصود بزوال الشمس أي تحركها بعد وقوفها في رأي العين عن كبد السماء وذلك أن الشمس إذا طلعت من المشرقة فإن ظل الشاخص يكون من جهة المغرب ثم لا يزال الظل يتقلص شيئا فشيئا والشمس ترتفع إلى كبد السماء فإذا انتهى الظل من جهة المغرب وبدأ يذهب إلى جهة المشرقة فهذا وقت الزوال وبه يبدأ وقت الظهر ثم يستمر وقت الظهر إلى مصير ظل كل شاخص مثله غير في الزوال ثم به انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة ويستمر إلى صفرار الشمس إلى إصفرار الشمس ثم بعدها يخرج وقت العصر المختار ويدخل وقت العصر للطرار ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقت العصر المختار إلا لعذر ويستمر وقت العصر للطرار إلى غروب الشمس وتكامل غياب قرصها وبغياب قرص الشمس يدخل وقت المغرب ويستمر وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر والمقصود بالشفق أي الحمرة كما عند الدار قطني موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما الشفق الحمرة ثم بخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل يستمر إلى نصف الليل وبه يخرج وقت العشاء الإختياري ويستمر وقت العشاء الإضطراري كما قلنا في العصر إلى طلوع الفجر الثاني وبطلوع الفجر الصادقي يدخل وقت الفجر إلى طلوع الشمس هذا هو التفصيل في هذه المواقع والله أعلم